اليوم تتوقف كل دوريات العالم استعداداً للمنديال معنا احنا طبعاً كل المنتخبات هتجمع نجومها الجاهزين وتعوض المصابين ننتظر مشاركة عربية مشرفة ومشاركة إفريقية مسمرة نجوم العالم يجتمعون واحنا خلفهم نشاهد ونستمتع وننتظر وانا تمنى نرحق بيهم بعد 4 سنوات يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة خلاص كل منتخبات العالم بدأت او مش كل منتخبات العالم كل المنتخبات المشاركة في بطولة العالم بدأت تتوافد على قطر مكان كأس العالم 2022 بطولة ننتظرها بشغف شديد جداً صحيح كثير من النجوم غائبين بسبب الإصابات ولكن ايضاً هناك الكثير والكثير من نجوم كرة القدم في العالم هتواجدوا في هذه البطولة ومنتخبات كبيرة العالم كله ينتظر ماذا ستقدم فرنسا بتشكيلة وقائمة مليئة مليئة بالنجوم ماذا ستقدم البرازيل بقائمة مليئة بالنجوم هل ساوس جد يقدر يعمل إنجاز وتفوز معها إنجلترا بكأس العالم هل ألمانيا هتفضل كالعادة مرشح فوق العادة للفوز بطولة كأس العالم مهما كانت حالتها هل البرتغال بتشكيلة أيضاً رائعة جداً ممكن تعملها بقائمة كريستيا ورنالدو ولا النحية التانية لأرجنتين بقائمة ليونيل ميسي هتخلي ليونيل ميسي يرفع الكاس لأول مرة في حياته منتخبات عديدة وكبيرة ومهمة تشارك في هذه البطولة النحية التانية المنتخبات الأفريقية ننتظر غانا ننتظر السنغال ننتظر الكاميرون ونحب نشوف تونس والمغرب في أفضل حال مع منتخبات عربية زي المنتخب السعودي والمنتخب القطري نحب نحب نشوف أداء مشرف للقوة الأفريقية والعربية في هذه البطولة في أمال وطموحات كبيرة على المنتخب السنغالي تحديداً ناس كتيرة بتقول إن المنتخب السنغالي ممكن يروح لبعيد في كأس العالم ده هل مع غياب ساد يومانيل محتمل تقدر تعمل ده السنغال؟ أتقدر عشان السنغال عندها أيضاً نجوم رائعة وكبيرة يبقى طبعاً ساد يومانيل هو النجم الأول بس عندهم لعيبة مميزة تونس بتشكيلة معظمها محلية المغرب بتشكيلة فيها كثير من المحترفين واللعابين اللي بيلعبوا في أندية أو كثير منهم يلعبوا في أندية صف أول في أوروبا زي حكيمي مسل ومزراوي هل مثلاً مثلاً ممكن نشوف المنتخب الغاني بعناصر جديدة غير العناصر اللي موجودة أو اللي كانت موجودة في التصفيات يقدر يعمل حاجة منتخبات العربية منتخب السعودي أنا متوسم فيه خير جداً وهقولك حاجة وخلينا أو خلي الأيام بينا أتصور وأتوقع إن دي هتبقى أفضل كاس عالم يلعبوا المنتخب السعودي في تاريخه هتقول لي دي أحلام هقولك تصور المنتخب السعودي الوقت عنده عناصر مهمة جداً عنده لعيبة مهمة جداً وعنده مدرب بقاله فترة مع المنتخب هو هيرفي دينار مدرب كبير جداً هيرفي دينار واحد من المدربين اللي هم يعرفوا يلعبوا في المستويات الكبيرة دي فتصور المنتخب السعودي ممكن يعمل حاجة مع المنتخب المغريب والمنتخب التونسي وأيضاً المنتخب المصدف والمنتخب القطر إن شاء الله تبقى بطولة للعالم مشرفة جداً عربياً وشكلها حلو أفريقياً كمان بالنسبة للمنتخبات الأفريقية في هذه البطولة وحب مستني سبوع سبع تيام وأفضل أقول كل شوية مش يعني مش إيه مش بقلب المواجع بس كل ما هي كاس العالم وإنت مش فيه بتحس إنه الحتة الكبيرة نقصة نقصة بس إحنا هنلعب هنا برضو إحنا هنمشيها محلي برضو في النص كده يبقى فيه دوري وهيبقى فيه كاس وهيبقى فيه كاس رابطة في كاس العالم يعني في حد النهاردة كنت بتناقش معاه هل إن إحنا نلعب مبارياتنا المحلية في وقت كاس العالم دي حاجة حلوة ولا حاجة مش حلوة فبصراحة يعني اقتنعت برأيه إنه فيه ناس كتيرة برضو ستيل يعني بتحب الكورة المحلية تحب فرقنا الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصر يحب يشوفوا الأهلي والبراميز والزمالك وفيه وتشاره يحبوا يشوفوا المباريات دي فيه طول الوقت يعني فحلو إحنا هناخد هناخد مادة دسمة جدا جدا في كاس العالم إن شاء الله إن شاء الله طيب نهاردة كان فيه إنجاز رياضي تاريخي لمصر تاريخي لمصر اتحاد المصري الخماسي الحديث بيحصل جائزة أفضل اتحاد على مستوى العالم وده شيء رائع جدا وشيء محترم جدا اتحاد المصري الخماسي الحديث اتحاد من اتحادات المحترمة كان لسه منظم بطولة قريب كايب بطولة مشرفة جدا وبالمناسبة خد جائزة أفضل تسويق أو أفضل بطولة تم تسويق بشكل جيد البطولة الماضية دايما فيه شغل محترم في اتحاد الخماسي الحديث دايما فيه أبطال عندنا في الخماسي الحديث حاجة مشرفة للغاية للغاية طيب معنا عبر الهاتف الآن المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية نبارك له على هذا الانجاز العظيم من فرنسا يا فندم صباح الخير وكالعادة مشرف انت واتحادك العظيم جدا الانتحاد الخماسي الحديث الله يخليك أشكرك جدا و1000 مبلوك لمصر طبعا من الانجاز لانجاز والحمد لله يعني بعد زمن طويل من محاولة الوصول للقمة ونحن كنا قريبين منها الحقيقة في آخر مرة تمت هذه الجائزة في جمعان عومية إنما جينا الثاني بعد روسيا حاليا الحمد لله نحصل جائزة الأفضل جائزة مستحقة لمصر الحقيقة بكل من المخيص على مستوى كل بطولات كبار ناشئين شباب حاجة أكثر من رائعة الانجاز مش بس في بطول الاتحاد على أفضل الاتحاد على مستوى العالم أو أفضل دولة على مستوى العالم هيها دا إسمة جايدة إنما كمان خصدنا أفضل لاعب ناشئ تحت 21 سنة وهو محمد الجندي أفضل لاعب على مستوى الشباب تحت الإساطير هالسنة وهو معتاد زوائل زي ما حيقولت برده أفضل بطولة تم تسويقها لموسم 2020 وكانت بطولة العالم الكبار المقامة بالأكاديمية العربية العروبة التكتولوجيا والنقل البحري في في الماضي بالأسكندرية وأفضل بطولة على مستوى الكبار في العموم وكانت كأس العالم الأول في مارس الماضي بالجمع الأمريكية بالقاهرة خمس جوائز سنت جوائز أسف مهمة جدا جدا لمصر من قبل 12 جائزة بيقدمهم للاتحاد الدولي حاجة الحقيقة فخر كدير جدا وإن شاء الله الصعوبة بقى في أن احنا نحافظ على هذه المكانة لمصر إن شاء الله في السنوات القادمة إن شاء الله يا فنم إنجاز عظيم جدا بالمناسبة محمد الجندي على خطأ شاقيقه اللعب الأوليمبي الكبير أحمد الجندي على نفس الخطأ شكله ماشي طبعا طبعا محمد الجندي الحقيقة فجأنا كلنا السنة اللي فاتت بمستوى أكثر من رائع وعوض غياب أحمد للإصابة الحقيقة وعمل عملية في الكتف أحمد رغم أنه هو رجع قبل بطلط العالم بإسبوعين فقط ويصمم أنه هو يكون جاهز ليرعب وأحرض المركز الخامس بطلط العالم لإكتبار أحمد إنما محمد وهو لازال ناشئ تحت 21 سنة بيحصد خضية العالم بالكبار ماشي على خطأ أخوه بشكل كبير إن شاء الله إن شاء الله باريس 24 يكون بنفس بقوة عن ميديدات إن شاء الله إن شاء الله طيب بمناسبة باريس 2024 بالنسبة للملف بتاعنا 2036 هل في تحركات في هذا الأمر هل في خطوات جدية في هذا الأمر يا فنم لا لسه لم يكن منها كأي تحرك كل التحركات اللي حصلت سنة دي كانت الدول اللي أعلنت عن رغبتها أو المدن اللي أعلنت عن رغبتها في إصطدافة هذا الحدث الكبير إنما الملف يفتح ويبدأ شغل الشاهد بتاعه بعد تكوين الهورسين كوميتي أو اللجنة الخاصة باللجنة علموية الدولية اللي حتبص على هذه الملفات وده حيتم بإذن الله مباشرة بعد أولمبياد باريس 24 إن شاء الله المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ليه الخماسي الحديث الأمين العام لللجنة الأولمبية المصري أنا بشكر حالك شكرا جزايا على هذه المداخلة وبهني حضرتك على هذا الإنجاز العظيم فوز الاتحاد المصري للخماسي الحديث بأفضل اتحاد على مستوى العالم وزي ما هو وصف الجائزة هي أفضل دولة على مستوى العالم مصر حاجة مشرفة وحاجة عظيمة وحاجة رائعة جدا وأبطال عظيمة جدا في هذه اللي عبا في مصر أحمد الجندي مدالي أولمبية محمد الجندي أفضل لعب صاعد كل حاجة رائعة رائعة إن شاء الله والأبطال جايين أكتر وأكتر النهاردة في الدولة الإنجليزي الممتاز الجولة 16 منشط سيناتد عمل مباراة كبيرة جدا فاز 2-1 على فولهم وفي الدولة الإيطالي الجولة 15 انتر فاز على أطلانطا 3-2 وروما تعادل 1-1 مع تورينو ومينا فاز 2-1 على بيرونتينا ويفينتوس فاز 3-0 على لاتسي ويفينتوس منتشي وفاية يعني مينا بالمناسبة برضو فاز اليوم في اللحظات الأخيرة في الدولة الفرنسي الجولة 15 مقتسح تماما الدورة هناك تماما يعني باريس سان جرمان وبطبيعة الحال يعني فاز 5-0 على أكسهير ونانت تعادل 2-2 مع جاكسو دي كانت المباراة اللي فيها مصطفى محمد عمل أسست رائع جدا بكعبه ماشي النهاردة منتشاستو ناتت فاز 2-1 على فلهم في السانية الأخيرة السانية الأخيرة 2-1 لو متعدين واحد واحد قدر جرناتشو لاعب أرجنتيني أسباني هو هيلعب للمنتخب الأرجنتيني إنه يسجل هدف الفوز جرناتشو ده حكاية بيتقال عليه إنه هو خليفة كريستيانو رونالو عنده 18 سنة تعالوا أقولكو تفاصيل كتير على جرناتشو اللاعب الشاب الواعد جدا بين نجوم كرة القدم في العالم تعالوا نشوف هو لاعب شاب مواريد عام 2014 سنة يحمل الجنسياتين الأسبانية والأرجنتيني إنه اختار تمثيل الأخير بدأ جرناتشو مسيرته في أكاديمية أتليتكو مادريد وظهر بشكل ملفت مع الفريق المادريدي ليخطفه مانشستر يونيتد في 2020 ويضمه إلى فريق الشباب الروخة بيلانكوس الروخة بيلانكوس ده لقب أتليتكو مادريد جرناتشو بدأ يزيع سيتو الموسم الماضي وتحديدا في مباراة إيفرتون للشباب حينما سجل هدفينه واحتفل بطريقة رونالدو الشهيرة السي ومن نهاية الموسم الماضي دخل الأرجنتيني الشاب قائمة الفريق الأول لمنشستر يونيتد لأول مرة أمام نورش سيتي في مباراة سجل بها كريستيا رونالدو هاتريك وقرر بعدها منح كرة الهاتريك إلى جرناتشو بدلا من الاحتفال أو الاحتفاظ بها في الموسم الحالي إيريك تنهاج المدير فن المانشستر يونيتد وضع السقة في جرناتشو وأشركه في أربع مباراة بالدوري الأوروبي سجل خلالهم هدف الفوز في ريالس وسيداد والذي جعله الثاني أصغر لعب غير إنجليزي يسجل الشراطي الحمر في البطولات الأوروبية صاحب التمنتاشر عام شارك الموسم الحالي في خمسمية وتلاتين ديئة مع مختلف فرق منشستر يونيتد سجل خلالهم تلات أهداف وصنعه تلات أهداف أخرى لعيب حكاية لعيب ممتع لعيب رائع هو كده خليط بين كريستيانو على جاريس بيل على ليونيل ميسي سريع جدا ده ليه جنب ومنازمة جاريس بيل فيه هدف شهير جدا في نهاية كأس ملك أسبانيا كان مباراة ريال مدريد وبرشلونة وجاريس بيل خد الكورة من عالجنب كده كده اللي هو ضرب سبرينت سريع أو كده وصل للجور وسجل هدف ليه هدف هو بقى مع فريق الشباب في مانشستر يونيتد سجله في إيفرتون ممكن تخش وتسريشه عليه عشان طبعا مش هقدر أعرض لكم بسبب الحقوق بس شوفوا الجول ده هو نسخة بالكربون من هدف جاريس بيل اللي هو من قبل نص الملعب ضرب سبرينت خد على الجنب كده وخد المدافع معاه وده خلي حد الجون وسجله النهار ده هدف وحلوة قوي اللي سجله فيه فلهم لعيب حريف وسريع وعنده شخصية ولعيب زكي ويعني من اللاعبين الواعدين جدا هو بيلعب للمنتخب الأرجنتيني هو جنسيته أرجنتينية أسبانية وكان بيلعب فيه أكاديمية أتلية كومادريد منشستر يونيت تخد اللاعب ده بكام وعنده 17 سنة من سنة فاتت خده من أتلية كومادريد بكام بربعمائة وخمسين ألف سترليني مش ربعمائة وخمسين مليون ربعمائة وخمسين ألف سترليني رقم زهيد جدا زهيد جدا يعني الولد ده أو اللاعب ده هو ولد يعني لسه عن 18 سنة اللاعب ده في المستقبل غالبا الله أعلم هيبقى واحد من نجوم كرة القدم في العالم منشستر يونيت تخده بربعمائة وخمسين ألف سترليني السلام على الرقم ده منشستر يونيت النحية التانية العالم كله يتحدث عن أرسنل الآن العالم كله بيقول أرسنال شكله هياخد الدوري الناس دلوقتي بدأت تصق في فكرة أن أرسنال ممكن ياخد الدوري الإنجليزي كل نتائج أرسنال من بداية الموسم الناس تشكك فيها وتقول حلوة روح إمتى الفيل يؤمن على الشجرة هم قالوا كده يعني ده الوصف الترند يعني اللي في العالم إمتى الفيل يؤمن على الشجرة أرسنال دي شوية ومنشسر سيتي هيركب الدوري وأرسنال هيبعد بس أرسنال مباراة عن مباراة بتشوف فريق ممتع بتشوف فريق جاهز بتشوف فريق بالمناسبة حتى لو عنده غيابات بيعرف يتعامل معها وبيكسب عشان كان برضو الشكوك هو لو أرسن غاب عنه لعبين هيعمل إيه هي التشكيلة بس دي اللي موجودة اللي كويسة لكن لو غاب لعبين هيتأثر ما بيتأثرش ومايكل أرتتا عامل أداء رائع جدا فعلا مايكل أرتتا شرب من بيب جورديولا كل حاجة وكان مساعد طبعا بيب جورديولا في منشستر سيتي وعامل أداء رائع جدا كمدير فني لأرسنال تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل كلام ده توقف قطار البريمير ليج عند المحطة السادسة عشر بشكل مؤقت من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطار حمل في طياته حلما جميلا يعيشه الجزء الأحمر من مدينة لندن وتحديدا مشجع نادي أرسنال إذا سألت أي مشجع لأرسنال قبل بداية الموسم عن طموحاته مع الفريق في الموسم الجديد سيكون رده واضحا أرغب في العودة إلى دور الأبطال حلم في الأساس كان يراه مشجع أرسنال يفوق إمكانيات الفريق الحالي الذي ما زال في مرحلة الإنشاء والمدرب الشاب الذي أظهر بعد بوادر الإجادة لكنه ما زال غير مؤهل لنيل البطولة في نظر الكثيرين لكن ما حدث الموسم الحالي فاقت وقعات أقصى المتفائلين من جماهير الجانرز أرسنال ينهي النصف الأول من الموسم متصدرا للدور الإنجليزي بفارق خمس نقاط عن كتيبة بيب جوارديولا وتنينه المجنح إيرلينغ هالند صدارة مستحقة بخسارة وحيدة وتعادل يتيم وسلسلة من الانتصارات المبهرة جعلت الجانرز على رأس جدول ترتيب البريمير ليك أرتيتا الذي كانت الشكوك تحوم من حوله قبل أشهر معدودة فقط بين مؤيد لاستمراره لما أظهره من بوادر نجاح وقدرة على إنشاء جيل جيد ومعارض لمواصلة مسيرته مع الجانرز لأن ذلك سيكون مضيعة للوقت أثبت قدراته للجميع وبالطريقة العملية مع كسب احترام المعارض قبل المؤيد داخل أرضية الملعب أقوى خط دفاع في إنجلترا وثاني أقوى خط هجوم هذه كانت حصيلة أرسنل مع مايكل أرتيتا في النصف الأول من موسم الحلم الجميل ليكسب به أرتيتا تعاطف واحترام الجميع يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن أيمن الرمادي المدير الفني الجديد لنادي أسوان خلفا لكابتن ربيع ياسين يا كابتن أيمن مشرف ومنور أهلا وسهلا كابتن كريم إزاي حضرتك ومسه على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين كل سنة وحضرتكم بألف خير حمد الله على سلامتك مبدئيا كده دايما كنا بنستمتع بيك في التحليل يا كابتن أيمن حبيبي والله يا كابتن كريم أنا اللي بستمتع بيكم دايما أشكر قل لي بقى قل لي إزاي خدت القرار ده أنك توافق على تدريب نادي أسوان نادي محترم إدارة محترمة ولكن الظروف يمكن صعبة شوية في أول ثلاث مباريات ليه خدت قرارك أنك ترجع مصر وتضرب فريق أسوان والله يا أستاذ كريم دايما الحقيقة الحقيقة أسوان دي في القلب يعني أنا يعني يمكن كلكم عارفين أو عرفتوا أن أنا لعبت بأسوان في وقت من الأوقات كانت أيام جميلة ولعبنا فيها نهايكا في مصر وكانت فعلا لو تعرف شعب أسوان قد إيه شعب طيب وودود وعنده كرم أخلاق كبيرة جدا تخلي الواحد دايما يبقى عنده حنين هو يشتغل في أسوان يعني معاها ويبقى متواجد بين أهلها يعني الحقيقة الفكرة كلها أن أنا كان عندي وقت من الأوقات كنت رافض فكرة الرجوع لمصر بصورة كبيرة جدا مش رافض عشان حاجة لا كان تعرف كان دايما بنتخوف من موضوع الوزنامة وموضوع تنظيم الجداول والحاجات دي ولكن أنا الأواني أننا الحقيقة أن أنا أشتغل في بلدي يعني وده طبعا حاجة تساعدني كثيرا يعني والصراع كان كبير جدا صراع مع النفس أن أنا كنت يعني كنت مقدم برنامج على أحدى القنوات الرياضية الكبيرة جدا فكانت الأمر كان في صراع كبير جدا ما بين الحنين للرجوع أن أنت تشتغل في بلدك لأن أنا عمري ما اشتغلت في مصر وما بين أن أنت تستمر هناك يعني طبعا الاختيار دايما بيبقى توفيق رب العالمين ودايما خيرة الله العبد وخير ومن خيرة العبد للنفس فأعتقد أننا إن شاء الله بإذن الله أتمنى أنها تكون خطوة جيدة وأتمنى أننا أقدر يعني أساهم بشكل أو بآخر بنسبة يعني أننا أساعدهم إن شاء الله أنهم يحققوا هدفهم طيب فترة التوقف دي أكيد مفيدة لحركة جدا عشان تشوف الفريق وتشوف اللاعبين وتقدر تحط طريقة لعبك وشغلك عشان عودة فين فترة التوقف يا كابتن كريم اللي إحنا فيها دي لا أنا لسه بدأ أول يوم النهاردة لسه لسه بسم الله الرحمن الرحيم لهم طب كم يوم دول حلوين برضا يا كابتن أيمن لأ ما فيش كم يوم هو إحنا هنلعب بعد يوم تسعتاشر وتسعتاشر ده يعني تقريباً كام خمس أيام خمس أيام ده عندنا يا كابتن أيمن بتبقى فترة التوقف إتبعي كيها هتلعب كل تلات أيام ده بس عشان جديد معانا شوية يا كابتن أيمن بس أنا عايز أقول على حاجة عايز أقول على حاجة أنا تكلمت ده في الموضوع ده بصورة كبيرة أنا عايز حضرتك تجيب الخمس دوريات الكبرى في العالم عشان كده بهمس أذان أخواني مفعش الدوري يتضغط قبل الأسبوع السادس أو الخامس لا هنا لازم السادس أنت شوف الدوري الإنجليزي الدوري الأسباني الدوري الإيطالي الدوري الألماني الدوري الفرنسي نشوف ما دول الخمسة كبار صح وكمان معهم الدوري الهولندي لأن الدوري الهولندي السنة السنة سنة سنة اللي فاتت أفضل أكتر عدد دقائق لعب الدوري الهولندي اي دوري في الدنيا ما ينفعش الضغط إلا أني اللاعب يوصل للطوفرن عشان اللاعب يوصل للطوفرن ويعد من أربع إلى خمس مبريات وفي دولنا العربية اللاعب ما بيوصلش dans طوفرن من الأله بعد ست مبريات لأنه ينفعش الدوري الضغط عشان كده انا هتمنى ان احنا نغير الحكاية الضغط الدوري ده من بدري انت بتقول ده كنت كل تلات ايام تلات ايام ما فهمش اي حاجة اللعب يعمل ريكافري وياخد جزئيات بسيطة الحقيقة انا محتاج كنت محتاج ان انا كنا كان يبقى بدري شوية على فكرة انا اللي مخطئ في الموضوع ده مش مخطئ انا الظروف ما سمحت ليش هم الجامعة متواصلين معهم بقى معي بقى لفترة لكن ظروف اتباطي مع احدى القنوات يعني كان صعب كنت لازم اخلص امور هناك وحاجات كتيرة فانا الحقيقة ما كنتش قدر راجع قبل كده على اي حال يعني عموما ان شاء الله بإذن الله احنا نحاول ان الامور تستقر وان احنا نمشي خطوة خطوة تمنى ان احنا نوصل لهذا السماء ان شاء الله طيب انا السؤال جاي لحضرتك وهو سؤال يعني لا علاقة بالمستقبل انت شفت اسوان الفترة اللي فاتت كانت كابتن ربيع يسين لعب ثلاث مباريات وبعد كده الامور انتهت بينه بالنادي اسوان بالتراديو بشكل محترم مش الان انت الظروف اللي جاي دايته انت راجل انا عارف انك محترف جدا لقد الله فيه خسار او نتاج قليلة الاسوان مش الان انه بسرعة ممكن علاقتك باسوان تنتقي هل متفاهم مع عدارة الاسوان في هذا الامر هل فيه عقد طويل امد بينكم وبين بعض ولا الامور هتمشي ازاي شوف خلينا وقع ايه انا انا عاشت ضغوطات لمدة 23 سنة واعتقد الاخوة اللي هم اللي كانوا اللي اشتغلوا في الخليج عارفيني ان ضغوطات هناك اكبر بكتير جدا لان انت بتواجه مدربين تصنفاتهم كبيرة جدا فالضغوطات كبيرة جدا وموضوع الاقالة دا بيبقى موضوع اسرع بكتير جدا فانا لا اخشى هذا ابدا ابدا يعني ما عنديش انا الحكاية دي لان طبعا كرة القدم هي لعبة مجسفة ولعبة فيها فانا متفاهم الموضوع دا تماما لكن الحقيقة الامر الهام في الموضوع ان انت لازم تبقى مؤمن بعملك وتؤدي عملك التوفيق بتاع رب العالمين اتوفقت فالامور بتستقر حصل حاجة دا امر طبيعي ان ان دايما الادارات بتدور على الافضل وعلى الاحسن لكن الحقيقة ما بحطش انا دي في حساباتي ابدا ابدا وإلا ما كنتش اشتغل وكان الخوف دايما هو اللي يكون مسيطر وانا الحمد لله رب العالمين اشتغل في موضوع الرياضة وكرة القدم يعني اصبحت يعني او مش اصبحت انا طول عمري ما عنديش حتة الخوف ابدا من الجزئية دي لان الحمد ويمكن دي الحاجة اللي خليتني استمرت يعني انا يمكن بفضل الله واحد انا مدرب الوحيد اللي استمرت في ناديين من قمدية الامارات خمس سنين وست سنين في نادي خمسة وفي نادي ستة ودي من الحاجات اللي هي بسبب ان انا ما كنتش متحسس من حكاية اي اقالة وكنت بشتغل شوية بجرأة ما عنديش الخوف من الجزء ده لان دايما يعني لو حسبتها بالشكل ده دايما هيبقى في خوف الخوف اكتر حاجة تفشل في خورة القدم هي مسألة الخوف يعني صحية كابتن الكبير كابتن ايمان رماضي الموديل الفني الجديد لنادي اسوان بتمنى لك كل التوفيق وبشكولك شكرا جزيلا لهذه المداخلة نتمنى له التوفيق نتمنى ايضا لنادي اسوان كل التوفيق طيب واحد ايضا من حراس المحترمين جدا في الدوري المصري الممتاز شار مسئولية كبيرة جدا الموسم الماضي مع محمود جابد مسئولية حراسة مرمى نادي ايمبي الموسم ده يعني شايل المسئولية كلها على اه اه اعطيكو وبيقدي بشكل محترم الكابتن الكبير كابتن عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى فريق ايمبي يا كابتن عبدالعزيز مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا حبيب يا كابتن كريم انا لسعيد والاتصال بحضرتك والله اخبارك كله بخير كله مرحلوة الحمد لله بخير والله طب مني بقى على مستواك انت الشخصي راضي عن مستواك حتى هذه اللحظة فيه البطولة بعد كده اتحدث معك تفصيلا عن ايمبي الحمد لله والله الحمد لله يعني ماشي بخطوات سابتك كده وان شاء الله يعني بس فيه احسن من كده كمان بإذن الله الحديث دائما دائما وانت حارس كبير ولا لك خبرات كبيرة عن رحيل محمود جاد عن نادي ايمبي والمسؤولية الكبيرة اللي عليك دلوقتي هل ده بسبب لك ضغوط ولا انت شايف انه بصفتك واحد من كباية النادي ايمبي قادر تشيل المسؤولية ده ببساطة ان شاء الله طبعا هي نادي ايمبي نادي كبير وطبعا انت تكون حارس ايمبي الاول وكمان كابتن فرة فده بيتخل المسؤولية كبيرة عليك يعني ان شاء الله يبقى موسم خير علينا كده بإذن الله ويبعث من الموسم اللي فاتت ان شاء الله يمكن النتائج كانت مهتزة بعض الشيء ولكن مباراة الزمالك خلت الامور في ايمبي تحس انها بقت هادئة والناس بدأت تبص الامبي كفرقة جديدة محترم بعد مع ناصر اساسية كثيرة رحلت عن الفريق مباراة الزمالك فرقت معاكو كتير يا كابتن عبدالعزيز طبعا اكاد طبعا يعني احنا كمان كلها كلمت علينا بصورة كويسة خاصة في الشرط التاني عملنا ماتش عملنا شرط كبير قدامة الزمالك فكمان التوقف ده ساعدنا ان الناس الجديدة تقدر تنساجم مع الفريق فيعني ان شاء الله نستفاد منه استفادة كبيرة واللي جاي بقى خير ان شاء الله لنا بيذن الله كابتن احمد كشري مدير فني جديد لامبي تعامل مع الكابتن احمد كشري رأيك في الاداء اللي بيعمله كابتن احمد كشري ويعلاقته بيكو كلاعبين عارف كابتن احمد كشري من المدربين المحترمين المهزبين طبعا كابتن كشري مدرب كبير ويعني بيحاول ينقلم خبراته واللعابة يعني ان شاء الله تستوعب الكلام بتاع كابتن احمد وان شاء الله ده هيبنى في المسيط لفترة اللي جاي بإذن الله منتخب مصر اكيد بتفكر فيه ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله شغال على ده طبعا وعدك بصراحة انا شايف انه في تطور طول الوقت حبيبا كابتن كريم ربنا خليك ده شرف ليه الله كابتن عبدالعزيز البلعوطي حارس مارما امبي انا مشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله الفترة اللي جاي حارس كويس وحارس محترم على فجأة كم من ناشئين النادي الاهلي وانتقل كده مع عدد كبير من اللاعبين الى امبي فترة من الفترات اللي معك اهرابة على ما اعتذكروا لعبين اخرين من شباب النادي الاهلي لعيب مميز وعنده صفات قائد حقيقي يعني عشان كده وكابتن امبي في الوقت الحالي طيب منتخب مصر وصل الى الكويت عشان يستعد ليه مباراة المنتخب البلجيكي هقول لكم دلوقتي كواليس اليوم الاول في معسكر منتخبنا الوطني في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيك هتعالوا نشوف وصل محمد النيني واحمد حجازي وطارق حامد واحمد حسن كوكا لمعسكر المنتخب في الكويت على ان يصل الاثنين محمد صلاح ومصطفى محمد وسيكون هناك استقبال خاص لمحمد صلاح من السفير المصري اسامة شلتوت في مطار الكويت الدولي اقترب علي جابري من المشاركة اساسيا امام بلجيكا في قلب الدفاع بجوار احمد حجازي في الزل غياب محمود حمدي الوينش ومحمد عبد المنع من الاصابة حيث يميل بيتوريا للدفع بجابري بدلا من محمود علاء واسامة جلال تم تكسيف الحراسة في فندق اقامة المنتخب وتخصيص باب خلف الدخول وخروج اللاعبين منعا للاحتكاك مع الجماهير او نزلاء الفندق للحفاظ على تركيز الفريق وايضا تجنبا للاختلاط واصابة اي لعب لقدر الله بفيروس كورونا كما قام بيتوريا بمنع تواجد اي شخص من المرافقين للبعثة في ملعب مران الفريق يحدشد عشرات الجماهير من مصر وسوريا والكويت في محيط فندق اقامة المنتخب الوطني بالكويت في محاولة منهم للتقاط صور تسكرية مع لعبي الفرعنة والجهاز الفني وحاولت الجماهير التواجد قرب الفندق لرصد اللاعبين اثناء دخولهم وخروجهم لاداء التدريبات لاجن فيتوريا كان قد اتخذ احتياطاته ومنع اي شخص من الوصول الى مقر اقامة الفريق طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني المنتخب مصر تغيير ملعب نادي الكويت الذي خاض عليه الفريق مران واستبداله بملعب اخر بداية من مران الاسنين وحتى موعد المباراة نهاردة بمناسبة مباراة مصر وبلجيكا روبرتو مارتنيز الموديل الفني المنتخب البلجيكي قال في تصريحات صحفية في احدى الصحف ببلاده ان المباراة الودي امام المنتخب المصري فرصة ليه قبل السفر الى قطر خصوصا وان مصر خصم افريقيا من الشرق الاوسط يعني يفي بجميع المطلبات اللي بيبحث عنها المنتخب البلجيكي استعدادا لكأس العالم وده بالضبط اللي كنت بقول لحضراتكم من بارح منتخب البلجيكا هيخش مباراة مصر بمنتهى القوة وكأنها مباراة في كأس العالم فاحنا لازم نبقى مستعدين كويس ولازم نبقى متفاهمين ده بلجيكا واحدة من اقوى منتخبات العالم واحدة طبقى من المرشحين للفوز بكأس العالم بالتشكيلة اللي موجودة دلوقتي فلازم نبقى متفاهمين ده بهدوء بهدوء يعني مش مباراة سهلة يعني مش مباراة تعرضية ساعات كده لما في اوقات كثيرة لما كنا ملقى منتخبات عالمية او اوروبية او من امريكا اللاتينية احيان بيبقوا جايين مباراة تعرضية مباراة وحتخلص وخلاص فممكن نعرف نلعبها كويس لكن دي مباراة للمنتخب الويلجيكي هي اخر مباراة استعدادية لكأس العالم فهيخش يعني بص بالفول تيم بتشكيلة هلعب بيها اول مباراة بكأس العالم بكل حاجة بكل حاجة فنهدى عشان ما عادش كلام بتاعم بقى احنا بقى هدين كده ونتعامل مع مباراة انها ودية ودينا منتعلم ودينا منخش احتكاكات كوايا وده شيء ده الاهم يعني طيب من ناحية تانية من النادي الاهلي رقم 10 برنامجنا بيكشف ملفات مهمة على مائدة مارس الكولر بعد عودته من الاجازة تعالوا نشوف لجنة التخطيط للكولر بالنادي الاهلي ستعقد جلسة هامة مع مارس الكولر خلال ساعات بعد عودة المدرب من الاجازة التي كان قد حصل عليها من اجل حسم العديد من الملفات الهمة التي تتعلق بمستقبل الفريق وهي كالتالي لجنة التخطيط للكولر بالآله ستضع امام كولر ملف تجديد عقود السلاسي حسين الشحات ورامي ربيعة وياسر ابراهيم والذين او الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري حيث انها تريد الحصول على الرأي النهائي منه لغلق هذه الصفحة اما بالتجديد لهم او صرف النظر عن هذا الامر وان كانت اللجنة ستحاول الضغط عليه بالتجديد لرامي ربيعة موسمى اخر في ظل اصابات خط الدفاع الاخيرة ستطالب لجنة الكرة المدرب السويسري بتحديد موقفه من محمد هاني والذي يأتي في الترتيب الرابع بالنسبة الكرة في الجانب الايمن حيث تريد اللجنة معرفة قرار المدرب من اللعب اما باستمراره او اعارته خلال الفترة المقبلة لجنة التقديد بالعالي ستطلب من كل الرأي النهائي في المهاجم الاجنبي الذي يريد ضمه خلال المركات الشتوي المقبل حيث مازال يفاضل بين السناء البرزيلي مارسينيو لاعب كواساكي الياباني والإفاري فوفانا لاعب مولودو النرويجي وخلال الجلسة ستحصل اللجنة من المدرب على اسم اللاعب الذي يريد ضمه تلقى لأكثر من عرض في الأيام الماضية لإقامة معسكرا تدريبين خارج مصر وإن كان العرض الإماراتي لاستضافة المعسكرا الأحمر هو الأبرز وستقوم اللجنة خلال جلستها مع قرب عرض الأمر عليه ومعرفة رأيه في إقامة معسكر خارجي من عدمه واختيار الدولة التي ستستضيف المعسكر إذا ما قرر إقامته خامسا الأهلي حتى الآن لم يحدد موقفه من خود مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية للدولة لذلك ستناقش اللجنة هذا الملف مع قولر ومعرفة رأيه في خود مباريات ودية من عدمها ومستوى الفرق التي يريد مواجهتها إذا ما قرر لعب مواجهات ودية سادسا ستقوم اللجنة خلال جلستها مع قولر بعرض عليه تقرير شامل عن أحوال الفريق وإصابات اللاعبين وموعيد عودة المصابين وكل ما يتعلق بما حدث داخل الفريق خلال فترة الإجازة التي منحها لللعابين طيب ده بالنسبة للنادي الأهلي نروح للكويت مكرم وأسكر منتخبنا الوطني استعداداً لمواجهة المنتخب البلجيكي ومعنا الزميل العزيز صديقنا المميز دوماً حاتم رضي قل لنا الأجواء هناك عاملت ازاي دلوقتي حاتم مشرف ومنور سعيد جداً بتواجدك معي أخ بركي كله بخير كله بخير يا حبي الحمد لله الأمور هادية الأمور كويسة هل في أي لقدة الله مشاكل هل في مميزات شفتها ولمستها خلال هذا المعسكر في أول يوم طبعاً أه والله يا سيد الحمد لله المعسكر المهاردة أو المهاردة أول يوم بقى في الفترة الثانية المعسكر المنتخب قبل المنوارات من شاء الله بلجيك يوم 18 نومبر من شاء الله الجمعة القادمة أعجب ولكن الحمد لله البعثة وفر الساعة واحدة ونصف بتواجد الكويت طبعاً تعرف أنه موجود 19 اللاعب هنا في المعسكر وصل النهاردة أو نضم النهاردة للمعسكر محمد النيني محمد يعني أول كان أحمد حجاز وطريق حامد صبعاً لكنا أعجب الليلة محمد النيني وأحمد حسن كوكا إن شاء الله بكرة بيكتمل صور المنتخب بوصول محمد صلاح ومصطفى وحمد وعمر مربوش الحمد لله إدر الجهاز أطيب المنتخب إدر الجهاز الفني منتخب مصطي إنه يتم إنه يتواصل مع نادي فورتس بورد ويتأكد منه إن شاء الله لحق عمر مربوش بالمعسكر بشكل طبيعي إن شاء الله إن شاء الله خلال ساعة بإذن الله يكون موجود معنا برضو إن شاء الله نادي فورتس بورد المعور مربوش بالمعور مربوش باللعيبة الجيبة جداً واللي ضجد أعتمد عليها بسطيني والله حتم بالخبر ده بسطيني جداً بالخبر إن شاء الله يصل خلال ساعات المعسكر سمان يعني كان فيه كده نوع من الدعاء في الويل بطوريا المدير الفد المتخب ومحمد بنينلي لما وصل إلى المعسكر لانتعرف وعن كان محمد بنينلي كان خد قلصات تدريبية أو أحد رخص تدريبية أثناء فاصل علاجه من الإصابة ويمكن بطوريا يعني حضر معه وقال له يعني انت كده هايس تدرب أو هتلقى يشتغى في تدريب بتنفسني يعني بتاخد من لقم بتعيشي بتاخد من الكار بتاعي بتخليك في شغلك يا عم بل ضب يعني بل ضب كده يا حيزة كده يعني الأجواء كويسة جدا الحمد لله والأمور كويسة جدا لكنه فيه اهتمام قوي جدا بكل المباراة وكل اللي عميل هناك قبال وهناك اهتمام من الجماهير وكل الجاليات سواء الجاليات المصرية أو السورية أو كل الجاليات العربية الموجودة هنا بالمباراة والمتخب هناك محاولات من الجماهير انها تحاول انها تهواصل مع اللعبة أو تحاول انها تلتق باللعبة في الفندق أو أثناء خروج أو دخولهم عشان يعني 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 يصوروا معاهم أو عشان يتكلموا معهم وكده لكن طبعا سوريا يعني يتكلموا معاهم أنهم حاولوا للفندق إلى سكنة عسكرية رجال أمن حتى خارج الملعب لأنه فرض نوع من السرية على المباراة وكأنها يعني مباراة مؤهلة لكسر على مثلا أو يعني مباراة فاصلة يعني كل التركيز وكل الناس مركزة بالضبط يعني وإن شاء الله بك وهيكون في استقبال خاص جدا لي السفير وسامة شانتوت سفير من مصر في الكويت هيكون في استقبال محمد صلاح إن شاء الله رجل مكرة وهيصاحب لمقر الفندق تقنع برضو يعني التأكيد على اعتزاز الجامعة هنا محمد صلاح طبعا فيه قبال جامعة جدا على التذاكر اللي يعني أو شاكت على الانتهاء رغم الصعوبة الوصول إليها اللي طبعا برضو فيه هنا زي نظام تذكار تذكار في مصر بازم برضو زي سمعي دي بيتم استخراج وربط التذكار بين البيانات أو بين سمعي دي تاعك فيعني إن شاء الله تكون مباراة قوية جدا مفيدة لمنتخب مصر كمان اللي عزيزي قالك إنه الزليل الهجارة هنا يكون برضو فيه لافتات وفيه يعني يعني الدعاية جنب جدا معمولة كريم للمباراة هنا في كل حتة في تلاقي في كل الشوارع وفي كل الميارين في بانارات وفيه لوحات معلقة للمباراة منتخب مصر وبلجيكا يعني إن شاء الله هناك كل أجواء كويسة منتخب مصر نقدر يقدر إن شاء الله مباراة قوية وإن شاء الله بيزنى يكون فيه فايدة المنتخب إن شاء الله بيزنى دعاية إن شاء الله زميل عزيز حاتم رضا الناقد الرياضي من الكويت أنا بشكلك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القائمة في اليوم الأول لمنتخبنا الوطني فيما أذكره في الكويت استعدادا لمواجهة المنتخب البلجيكي وديا يوم 18 من الشهر الجاري كلام عن كاس العالم مستمر حتى فأنا نحن يوميا نتحدث عن مجموعات كاس العالم أبرز المنتخبات اليوم معنا زميلنا المميز دوما محمد جمال بعد هذا الفاصل خليكم يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينوارني في هذه الفكرة الصديق العزيز المميز دوما محمد جمال جيمي مشرف من نوعك العائد أخبرك يا كله كويس ولك حلوة زي الفل يا رب دايما طبعا عايز أقول لحضراتكم بس الأول خبر مهم جدا منذ لحظات كان معنا الصديق العزيز حاتم رضا من معسكر المنتخب مصر في الكويت وقال لي خبر قلت لنا هو أسعدني جدا أن أمر مرموش إن شاء الله يلحق معسكر منتخبنا الوطني ويلعب مباراة بلجيكا بعد ما أفعل على طول كان فيه تأرير وصل للمنتخب من نادي فولفوسبورج أن أمر مرموش لن يلحق بمعسكر المنتخب في الكويت بسبب الإصابة ولن يلعب مواجهة المنتخب البلجيكي ده الخبر الرسمي أمر مربوش يغيب عن معسكر المنتخب ولن يلعب مباراة بلجيكا الودية طيب دي من ناحية من ناحية تانية وده اللي هبدأ معاك بيه النهارد وإحنا على الهوى كريستيانو رونالدو كان في حوار مع الأعلامي الشهير بيريس مورجان وقال كلام في منتهى الخطورة كلام يؤكد إن علاقته مع منشستر رونالدو انتهت تماما وبعد كاس العالم كريستيانو رونالدو هيبقى في نادي آخر ولن يكمل الموسم مع منشستر يونايتد عشان كامل هو الليقولكو ده مستحيل بعديه إنه يكمل مع منشستر يونايتد يعني فعش فيه توقعات بعد كده بس بق كريستيانو رونالدو ملخص اللي قاله يعني قال أنا أشعر بالخيانة في أو أشعر بالخيانة من منشستر يونايتد لقد أجبروني على الخروج المدرب وأشخاص آخرين أيضا الأمر ليس جديدا هناك أشخاص لم يرغبوا بوجودي في النادي منذ العام الماضي وليس هذا العام أنا لا أحترم تينهاج المدير الفني لمانشستر يونايتد لأنه لا يحترمني مانشستر يونايتد استخدمني كعزر لكل الإخفاقات التي حصلت للنادي وقال عن مدربه السابق رينجانج قال إذا لم تكن مدربا من الأساس كيف تشرف على تدريب نادي بحجم مانشستر يونايتد وقال منتقدا وين روني الهدف التاريخي لمانشستر يونايتد لا أعلم لماذا روني يهاجمني دائما ربما لأنه أنهى مسيرته وأنا ما زلت ألعب في أعلى مستوى ليس لدي سوى الاحترام بسوى شاير المدير الفني السابق أو الأسبق لمانشستر يونايتد ولم يكن هناك أي تعاطف من نادي مانشستر يونايتد بالنسبة لإمناتي المريضة بيحكي عن موقف يعني كان عايز ياخد فيه أجازة وقال منذ رحيل سير أليكس فريكسون لم يتطور شيء في نادي مانشستر يونايتد لا شيء تغير وقال أنهم اعتبروني وصمة عار وأضافت أن على جماهير مانشستر يونايتد أن تعرف الحقيقة أريد الأفضل للنادي ولهذا السبب أتيت ولكن هناك مشاكل في الإدارة لا تساعدنا على الوصول لأعلى مستوى مثل ليفربول والسيتي وحتى أرسنل قال كمان لقد اتبعت قلبي وقت انضمام المانشستر يونايتد وأيضا السير اللي هو السير أليكس فريكسون طبعا أخبرني لا يمكنك الذهاب إلى مانشستر سيتي وقتها قلتله حسنا أيها الرئيس تفتكر هيتكمل مع مانشستر يونايتد لا صعب جدا الأجواء اللي بعيشها كريستان رالد في مانشستر يونايتد من بداية المسلم ده تحديدا حتى لو كان ليه رواسب من الموسم الماضي بتأكد لك أن الأمور ليست على ما يرمى بين كريستان رونالدو ومانشستر يونايتد مانشستر يونايتد على صعيد آخر على الصعيد الإداري بيعاني من بعض الهزات منذ أن تولى أبناء مالكلوم جليزر الملك الأمريكي دي اليونايتد قيادة النادي أبناء الستة والأمور ليست على ما يرمى ابتعد الشكل الإداري والنمط الإداري اللي عاش عليه اليونايتد لسنوات خاصة فترة السير أليكس فيركسن أعتقد أنه صعب جدا أن الأمور تتعود مستقرة حتى لو كانت الأمور على صعيد النتائج أفضل مما سبق ويمكن يكون تحتلهاها كريم من التكلم على أن الأمور يعني بدأت في التحسن يونايتد بياخد ثلاثة منطق النهاردة يعني أرسنل بس هو لشوية بعيد لكن باقي الفرق حتى السيتي تفقد نقاط كتير مخلي اليونايتد لازال في الصورة فأعتقد أن كريستيانو رونالدو بيكتب الكلمة الوداعية وعلاقته بجماهير اليونايتد هي اللي خليته عملت التصريحات النهاردة كي يبرق ساحات ويبرق زمته أمام جماهير اليونايتد من تذبته بالنتائج ومن الحالة اللي علاقة كريستيانو رونالدو وعدم اشتراه وكل يؤكد أنه هناك بعض الأمور ليست على مرام داخل ملعب الإلترا كريستيانو رونالدو الخطوة الجهة تبقى فين أعتقد كريستيانو وعدم مشاركته خلال الفترة الماضية مش هتخلي فيه عروض كتير خاصة أنا وعايز يلعب في الطب لفل كان فيه كلام على عرضه من نابولي لكن أشك أنهم قدروا يدفعولوا الراتب حتى ولو الراتب أقل من اللي كان بياخده لكن ممكن يكون عنده خطوة في نادي بيبني على مشروع جهي نيو كاسل أعتقد أنه يكون نادي مناسب لي تشيلسي تشيلسي ممكن كمان لكن خاصة أن تشيلسي الأمور لست على ما يرم محتاجين يرمموا الأمور حتى على الصعيد الجماهيري أنه يعملوا صفقة تعمل راو جماهيري كبير ممكن تشيلسي خاصة أن في وسط السيزن يعني في السيزن اللي جاي كممكن يكاسل لأنهم محطين بطسوط كبير للسيزن اللي جاي خاصة أن لو تأهلوا ومشين بشكل كويس جدا في البريمير ليج وفي المركز التالت دلوقتي لكن أعتقد أنه ممكن ممكن لو هو حابب أنه يفضل في البريمير ليج أنا عايز بس أعايز أقول لحباركم الإصابة بتاعت عمر مرموش عبارة عن كتب قوايا في الحود ومحتاج راحة من أربع تيام لأسبوع وشيدر ييجي المعاصكر زي موضوع حباركم وبالتالي يغيب رسميا عن مواجهة بلجيكا قل والدي سلبا أم إيجابا في كأس العالم كريستانو لعب كبير أهو كريم عنده منها الاحترافية اللي تخليه يفصل تماما بين مشاركته مع البرتغال بل بالعكس هكون دافع لي محاولة إثبات الزات زي ما كنا بنتكلم هل هجيله عروب كبيرة ولا لأ بالعكس الكأس العالم هي النافذة الأكبر اللي ممكن أي لعب خاصة لو لعب بحجم كريستانو رونالدو واحد من أعظم اللعبين في التاريخ واحد من أعظم اثنين اللعيبها فيه العشرين سنة الأخيرة فأعتقد أن كريستانو قدامه فرصة أخيرة كي يبقى في التوب لابل كي يبقى موسم إضافي بالإضافة لاستكمال الموسم الحالي في التوب لابل أنت متخيل لو وصل كأس العالم سوريا لو فاز كأس العالم متخيل المشهد متخيلش المشهد الدرامي عاملي إزاي كريستانو ومسي تحديدا الاثنين الاتنين يستحق كاس العالم قبل انهاء مسارته معمل كل حاجة في الكرة فكريستيانو في ظل الظروب يمكن ميسي بعيش أجواء مستقرة جدا أموره ماشية بشكل أفضل لأنه ميسي أصغر بسنتين من كريستيانو لازال أمامه في الملاعب يعني فأعتقد أنه الفرصة الأخيرة للثنائي ميسي كريستيانو فيما يخص الكاس العالم وأعتقد أنه هتبقى وداعية عظيمة جدا لأي حد من الاتنين سواء ميسي أو كريستيانو أنا أتمنى أنهم واحد من الاتنين يتوق بالبطول أمين لي من أكتر؟ أمين لي ميسي لكن كريستيانو بحكم أنه أنا شاف أن ميسي يلعب أكتر من كده في الملاعب كريستيانو بحكم السن فرق السنتين مع ميسي أعتقد أنه صعب جدا 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 أنه يتواجد في كاس العالم عشرين ستة وعشرين فبرضو يعني ماي الخمسين خمسين ما بين الاتنين لكن والله بعيدة عن الميل الاتنين يستحق نعم ينهي مسيريتهم بكاس عالم الاتنين لعيبة حرام إلي مسيريتهم تنتهي بدون أن يحصلها على كاس العالم تتكلمني عن أي مجموعة نار惜 في كاس العلم؟ نتكلم عن المجموعة التانية ونتكلم عن مجموعة البلجيكا المغرب المجموعة النارية نبتري من جلتالة الأول وإشrzamar عملك ترى من بتري بالجيكا نبتري بالجيكا المغرب عشان طبعا فيها فريق عربي المجموعة الستة طيب نتكلم عن المجموعة الستة في كاس العالم مع محمد جمال بعد الزب فاصل خليكم يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى أستوى شرفنا بنوارني محمد جمال هتحدث الآن عن المجموعة السادسة في كأس العالم مجموعة تضم بالجيكا وكرواتيا والمغرب وأيضا المنتخب الكندي مجموعة شايفها في المجموعة قوية ولا مجموعة متوسلة مجموعة قوية جدا بسوق طالع المنتخب المغربي إنه يتواجد في المجموعة دي المنتخب المغربي عنده جيل مميز جدا وشايف إنه لو اتواجد في المجموعة تاني كان لازال عنده فرص طبعا وشايف إن المغرب تقدر تعمل مفاجأة في المجموعة دي وهنقول ليه المغرب ممكن تقدر تعمل مفاجأة لكن طبعا يبقى المرشح الأول هو المنتخب البلجيكي مع المنتخب الكرواتي أوصف كسر العالم طبعا لكن يمكن الكرواتيا لأي عليها شوية علامات استفاهم خاصة بمعدلات الأعمار كمان بلجيكا بلجيكا أو فريق طبعا في كلاس A المصانف الثاني على العالم بلجيكا فريق كبير جدا عنده استقرار روبرتو مارتنيز موجود معهم من 2016 تواجد معهم في كسر العالم الماضي ومتواجد معهم في كسر العالم الحالي بيحتفظ بمعظم العناصر اللي تواجدوا معي خلال فترة الماضية استعاد لوكاكو بعد فترة غياب كان تأثر بشدة غياب لوكاكو أثر عليه خاصة في دور الأمة الأوروبية كان شوية هزة أصابت المنتخب البلجيكي يا كريم مع روبرتو مارتنيز في دور الأمة الأوروبية خاصة أمام هولندا كان في هزيمة في شهر مارس كانت مدوية منتخب البلجيكي هزم على الأرض وربعية أمام منتخب هولندا وكانت هزيمة ما حصلتش من فترات طويلة لأن المنتخب البلجيكي هزم على الأرض بهذه النتائجة هزم بربعية رغم أن منتخب البلجيكي كان بيلعب باللائناب الأساسي بتاعه كامل كان بس كرسكو اللي ما كانش موجوده دين دوكر ما كانش موجودين لكن البقييمة كلهم موجودين طيب نتكلم على المنتخب البلجيكي أولا طبعا نتكلم على المنتخب البلجيكي تفضل المنتخب البلجيكي قبل ما نتكلم هم بيشتغلوا إزاي المنتخب البلجيكي بيشتغل من كاس العالم 2018 حتى هذه اللحظة مع نفس الموديل الفني بنفس الطريقة بيعتمدوا على الثلاثي في الخط الخلفي ثلاثة خمسة اتنين أحيانا وثلاثة اربعة ثلاثة لكن الثابت في الأمر إن هم بيشتغلوا بتلاثة في الخط الخلفي لكن دي واحدة من ضمن العلامات اللي أنا أشورلك عليها وقولك عشان كده منتخب البلجيكي تأثر شوية معدلات الأعمار في منتخب البلجيكي شوية عملت مشاكل في الخط الخلفي تحدي نحن كان دين دوكر هو أصغرهم 28 سنة لكن لما تيجي تكلمني على ألدرفيلد وفيرتونخن الاتنين رجعوا لي الدولي البلجيكي سواء ألدرفيلد ولي الرويال أنتويرب أو فيرتونخن رجع لي أندرلخت 33 سنة داخل في الأربعة وثلاثين وخمسة وثلاثين سنوي لي فيرتونخن معدلات الأعمار في الخط الخلفي فيها مشكلة بالنسبة للمنتخب البلجيكي لكن المنتخب البلجيكي لازال بيعتمد على نفس السياسة اللي اعتمد عليها في كاس العالم 2018 وخليني أذيدك من الشعر بيتا إنه نفس القوام تقريبا نفس القوام تقريبا لها في 2018 ودي ميزة كبيرة جدا لكنها عيب للخصوب بالنسبة لبلجيكي يعني هيبقى سهل لدراستهم وسهل إراءة الشكل اللي يلعب في روبرتون مرتينيز خلينا نجيب الحالة أنا عايز أوقف في الصورة وأنا بشرح على الطريقة بتاعت المنتخب البلجيكي وطريقة بناء اللي عيبت عن المنتخب البلجيكي اللي هي سبتة كريم وده اللي ادى تمرس عند لعيب المنتخب البلجيكي حتى زي ما بقولك ما هردفع معدلات الأعمار في الخط الدفاع بالنسبة لي منتخب البلجيكي لأن لازالوا محتفظين بالصلابة والشكل الخططي اللي بيعتمد روبرتون مرتينيز ليه؟ لأنه من 2016 لحد النهاردة أكتر من 6 سنوات بما فيهم اليورو بما فيهم كسل عالم 2018 ولازال المنتخب البلجيكي بيوقف الوقفة اللي أنا جايبها لك دي يا كريم أن هم بيعتمدوا على الثلاثة لا مش الصورة دي ارجع لي تاني ارجع لي في صورة تانية فيها الخماسي الخماسي وقفين أول صورة حطناها خالص للمنتخب البلجيكي بس كده تمام مصبوط ده الخماسي يا كريم شايف؟ تلات لعبين في الخط الخلفي اتنين وينجباكس فتحين التلاتة اللي موجودين في الخط الخلفي دول تلاتة سابتين يمكن دخل عليهم ديند ووكر هو اللي أحيانا بيتغير لكن ألدر بيلد فرتونخن الاتنين موجودين من 2016 مع ربورت مرتنيز ما بيتغيروش عشان كده بقولك ده واحدة من النقاط اللي ممكن يشتغل على المنتخبات المنافسة لبلجيكا في المجموعة بيعتمدوا على الخماسي اللي موجود في الخط الخلفي والخط الهجوم الناري دايما منتخب بلجيكا الناس كلها بتتكلم وبتركز قوي على خط هجوم منتخب بلجيكا خط هجوم منتخب بلجيكا دايما في زحمة النتيجة تتكلم على إيدن هزار آه مش في حالته آه ما مرش بتجربة نكحة قوي مع رأي المدريل لكن معا كامان دي برايني معا لو كاكو معا ميرتنز معا ميكي باتشواي كاحتياطي لي لو كاكو المنتخب البلجيكا منتخب قوي جدا على صعيد الخط الهجومي كمان خط الوصف بيعتمدوا على آه على آكسل ويوري تيليمينز اتنين مميزين قوي في عمق الملعب تجميع اللعبة كريم هنا الشكل دايما يمكن الصور اللي بتطعيرت دلوقتي ده تجميع اللعبة ازاي هما بيلعبوا في تلاتة في الخط الخلفي وزاي بيرتن ميرتنيز بيبني لعبه كله على الكي بلاير الاساسي بتاعه طبعا كيفين دي برويني افضل صنع اللعبة في العالم هو الشكل مهما تكتلت الفرق قدامهم ومهما هم اللعبوا في تلاتة في الخط الخلفي لان يبدو احيانا للناس ان تلاتة في الخط الخلفي هي خطة دفاعية في المقام الاول لكن المنتخب البلجيكي بيعتمد على الحركية الكتير قوي بتاعت كيفين دي برويني تحديدا ومعا ايدينا هزار لو ايدينا هزار في حالته مع كيفين دي برويني مشكلة كبيرة جدا في وجود مهاجم ايدينا هزار مع بلجيكا بيبقى في حالته ويدينا هزار لعب مع بلجيكا كتبا لعبها بعد في لعبين كده في لعبين كده يعني ايدينا هزار مع تشاتسي طبعا كان منوّر جدا لكن كان متقلق مع بلجيكا وكان بيأخود بلجيكا يمكن بنفس الليبل يمكن اعلى شوية كمان من كيفين دي برويني في حينه لكن دلوقتي يعني يكون عندي حلين مهمين جدا في الملعب وعندي كمان البداية اللي بتاعتهم موجودين على البنش سواء ميكي باتشواي ميرتنز عناصر كتير جداً عندهم اتنين مهمين جداً الكي بلايرز وصناعة اللعب في المنتخب لجيكي بوس الاثنين وسبت الستورة دي شوية الاثنين اللي فتحين الملعب تماماً دول يا كريم دول مفتحين اللعب الأساسيين في ظل الزحمة اللي بتعملها الفرق قدام منتخب بلزيكي خاصة لو يلعبوا فريق مستوى طوماس مونيي ناحية اليمين ويانيك كراسكو ناحية الشمال اتنين لعب مفتحين مهمين جداً جداً في كل الموارات لأنهم بقدروا يعملوا الستريتشنج اللي بيطلوب روبرتو مارتنيز مهما كانت الفرق قدامه متكتلة خاصة لما يكون لوكاكو ايدن هزار وكيفين دي برويني التلاتة في حالتهم المنتخب بلزيكي كريم بيستهدف البطولة دي انه يمحي شوية الخسرتين اللي كانوا زهاباً قياباً في دور الأمور الأوروبية أمام هولندا سواء فيه وده الشكل نرجع تاني نرجع تاني ليه الشكل بصة كريم في أي لقطة في أي كدر هناخده هتلاقي انه الاتنين فاتحين الملعب تماماً من توماس مونيه ويانيك كراسكو والثلاثي بتوع الخط الخلفي وقفين بالشكل ده بنفس الشكل لعيب واقف ارتكاز كأنه ليبرو واتنين فاتحين الملعب تماماً عشان يعملوا كافرينج يدي الحرية تماماً ليانيك كراسكو من فرتونخين هو اللي بيعمل التغطية وراءه دينت ووكر بيعمل التغطية لأنه لعب أحياناً لما كان في ويفر هامتن قبل ما يروح أسطنفلا كان بيلعب في البكرايت فيقدر كمان يعمل التغطية ناحية تانية وراء توماس مونيه فدي ده الشكل العام عشان نلحق نتكلم على باقي فرق المجموعة ده الشكل العام اللي بيلعب به وتجميع اللعب على الأطراف دايماً لفتح الملعب والستراتشنج لزيادة المساحات وبعدين الفنتريشن بقى طبعاً في وجود برايني إدن هزار تحديداً وكمان يوري تيلمنز لما بيعمل للزيادة طبعاً هو ده اللي بيعمل الستراتشنج اللي بيطلبه دايماً روبرتو مارتونيس السؤال يلخص ده قل لي بلجيكا تقدر دروقتي يعني البطولة اللي فاتت وفي اليورو كانت بلجيكا مرشحة للفوز بكاس العالم وباليورو طبع هل بلجيكا الآن مرشحة للفوز بكاس العالم؟ بالعكس بلجيكا كانت في أوجع عطاها في كاس العالم الماضية وفي أوجع عطاهم في اليورو وكان عندهم الأوراق والعناصر اللي موجودة أنا قلت لك كلمة في بداية كلامي على منتخب بلجيكا يا كريم قلت لك محتفظين بنفس العناصر بميزة لكن الاحتفاظ بنفس العناصر لمدة ست سنوات بيديك ارتفاع في معدلات الأعمار خاصة في الخط الخلف فنا اتكلمت على ألدربيلد وفريتونخين ومستوى التنفسية اللي نزل شوية لأنهم رجعوا تاني للدور بلجيكا سواء رويل أندورب أو أندرلخت فده شوية مؤثر عليهم لكن فيه لعيب كمان عايز أتكلم عليه لعيب آه هو في زحمة في الخط الأمامي زي ما قلنا ميرتنزو لوكاكو وهو باتشوي وهازر وديبرويني زحمة كبيرة جدا لكن اللعيب أنا شاف أنه ورقة مهمة جدا من على البنش أو مش هي لعب أساسي لعيب بيلعب في إيسي ميلان 21 سنة مواريد 2001 لعيب بيلعب في الجناح وبيلعب في مركز صناعة لعب وشهادو سترايكر لعيب مهمة جدا جدا واحد من ضمن المواهب الصعدة جدا جدا لفتاريل فيفا شاورو عليه إنه واحد من ضمن اللعيبة ولعيب تاني من المجموعة التانية لما نجي نتكلم عليها لعيب مواهب مهمة جدا فالمنتخب البلجيكي طبعا منتخب هينافس طبعا منتخب هيوصل بعيد لكن أظن أنه مصعب نفسه على كأس العالم في ظل بعض العيوب الموجودة في العناصر الموجودة المنتخب الثاني اللذي هتحادث عن هذه المجموعة المنتخب الثاني والمنتخب الكنادي المنتخب الكنادي منتخب ما كناش نسمع كثير المنتخب الكنادي ما لعيبش غير 86 غير كأس عالم 86 وما ظهرش على الصحة رغم يعني يكاد نوعا ما سهولة تصفيات الكون كاكاف أمريكا الشمالية إلى حد بعيد التصفيات تكاد تكون في المتناولة ولل يمكن أكبر منتخبين هناك والمنتخب الأمريكي والمنتخب المكسيكي. لكن إدتر يعمل مفاجأة ويفوز على المنتخب المكسيكي ويفوز على المنتخب الأمريكي في المواجهتين. وإدروا بشكل كبير المنتخب الكندي أن هم يقدموا صورة مغيرة عن الكرة الكندية الموسم الحالي. لأن هناك دائما صورة مقربة جدا لكن بدرجة أقل ومستويات أقل للكرة الأمريكية. ولي هي أصلا كرة وليدة. ومعظم اللاعبين، اللي ما بيلعبوش في أوروبا كريم، بيلعبوا في الدوري أمريكا لما اسأل. وانت تتكلم ببصة على الأسماء مشفرة كبيرة. لا، ما فهمش هما فيهم بعض العناصر بس فيهم بعض العناصر بيرتكز عليهم المدير الفني جون هيرتمند هو مدير فني إنجليزي بيلعبه بالأربعة، اثنين، ثلاثة واحد. يعني خليني أقولك إنه من ضمن المفاجآت. هو يعني طبعا مين أشهر لعيب في منتخب كندا في الكرة الكنادية من ساعة ما تعملت. ألفونسو ديفيز ده أشهر لعيب، لعيب قوي جدا، لعيب مميز جدا بيلعب بيرن المونيخ كله جميل الكرة المصريعة. أعرفين بيلعب فيه في بيرن المونيخ بيلعب زهير أيسر، ما بيلعبش زهير أيسر. هو بيلعب جناح ما بيرجعش ناحية الشمال أو ساكند سترايكر ألفونسو ديفيز. ده المكان الجديد اللي بيلعبه فيه هيرتمن، المدير الفني الإنجليزي المنتخب الكندي. وده المكان اللي بيلعبش هو ألفونسو ديفيز أصلا، لكنه يبقى نجم كندا الأول هو ألفونسو ديفيز. كمان عندهم لعيب مميز جدا جونسون ديفيد، ده موجود في ليل، مهاجم قوي جدا موجود. كمان هدفهم التاريخي مهاجم كلوب بروش سايلارين، ده هدف كندا التاريخي، وبيلعب فيه دوري البلزيكي في كلوب بروش، وكان بيلعب في دوري أبطال أوروبا السيزن الحالي، لعيب كويس جدا جدا، ولسه مكمل في دوري أبطال أوروبا، ولعيب مميز جدا. ده العناصر مع ستاكيو، لعيب بتاع نادي بورتو، لعيب مميز جدا في وسط الملعب، ده العناصر اللي بيرتكز عليها هيردمان، وهو بيلعب في المجموعة النارية دي، لكن هل العناصر دي، والمناسبة، العناصر اللي قدتها دي؟ آه، فمش حد بيلعب في نادي في الكلاس A غير أفونسو ديفيز، لكن الاربع خمس عناصر اللي أنا قلتهم دول عناصر مميزة جدا جدا جدا، هل هيقدروا يقود المنتخب الكندي زي ما خلوه عمل مفاجأة وتصدر تصفيات الكونكا كاف على حساب المنتخب الأمريكي، والمنتخب المكسيكي اللي صعدوا معايا الكاس العالم لكنه هو كان متصدر التصفيات، فقدر يفوز على منتخب بحاج من المنتخب المكسيكي، ويفوز على منتخب فيه مواهب أكتر زي المنتخب الأمريكي والمنتخب الأم، دايما المنتخب الكندي شوية بالصبغة الأمريكية طول تاريخه يعني، فقدر أنه هو يعمل ده ويعمل مفاجأة مع جهزة في هيرتمان، هل يعمل بقى المفاجأة ويتأهل الدور الثاني بمجموعة النارية بالشكل ده؟ أعتقد أن المنتخب الكندي منتخب جدير بالمتابعة، مش لأنه منتخب كبير ولأنه مضمون أنه يعمل مفاجأة، لأنه عمل نقلة كبيرة فيه على صعيد الكرة الكندية، أنه يدخل كاس العالم من الأساس متصدرا كمان لتصفيات الكونكا كاف، أعتقد ده كل شيء، لكن فيه لعيب على موعد مع التاريخ الكريم في المنتخب الكندي، كابتن المنتخب الكندي اسمه أطيبة هاتكنسن، أطيبة هاتكنسن ده، ما جات لهش فرصة أنه يلعف كاس العالم، ما جات لهش فرصة أنه يلعف بطولات غير بره بطولات الكونكا كاف وتصفيات أمريكا الشمالية، بلعف بشيخ التاش من 2013، لكنه جات له فرصة أنه يدخل التاريخ، أنه يدخل قائمة اللاعبين الأكبر سنًا المشاركة في المونديال، بعمر تسعة وتلاتين سنة، تسعة شهور وخمستاشر يوم تقريبًا، وهو دخل بشهر على حساب أنخي لابرونا، لعيب أرجنتيني كان متواجد بتسعة وتلاتين سنة وتمن شهور، فأطكنسن على موعد مع التاريخ، مع المشاركة الأولى للمنتخب الكندي أمام المنتخب البلجيكي يوم 23 نوفمبر الجاري إن شاء الله. ده أتيب أطكنسن بعد عمر طويل جداً في الملاعب، وبعدما اقترب من الأربعين عاماً بيشارك في كلاس العالم، ليكتب التاريخ مع المنتخب الكندي، ويكتب اسمه في التاريخ، هتخذ ده فترة طويلة عبر ما يخرج من قائمة العشرة لأنه اقترب من الأربعين. اللي جاي، المنتخب المغربي، هو ده بقى منتخب المغربي، أنا عم يستني من بدري، ما عمل أقول يا رب، قلوبنا دايماً مع المنتخبات العربية، ومع المنتخب المغربي تحديداً، ومنتخب مليء بالنجوم، مليء بالمواهب، وأنا واحد من الناس يعني أكيد، أكيد، هشجع المنتخب المغربي في المجموعة السادة، وأتمنى رغم صعوبة المجموعة، وقلت لك يا كريمي هما في مجموعة تانية، أنا كان شايفين فرصهم طبق أكبر بكتير، وعندهم جيل واعد جداً جداً، عندهم أسماء كبيرة، وعندهم نجوم في كل الخطوط، وعندهم أكتر من قائد في كل خطوط، وهذا ما يميز المنتخب المغربي، قلنا قايمة واحد واحد بقى يا جماعة، ده قايمة المنتخب المغربي، فأنا قدع المال، أسماء كبيرة أواكد، واحد ده واحدة من حراسة المرمى، تفضل بقى يا سيد جمال، ياسين بونو، ياسين بونو، واحد من أفضل حراس في أوروبا وفي الليجة، مش محتاج تعريف يعني بحارس مرمى نادي إشبيلية، مدير المحمدي بيلعب مع نادي الوحدة السعودي، وردت تكناوتي طبعاً جمير الكورة المصرية عارفة لأنه الحارس الأساسي لفريق الوداد، بطل تشامب الفريق أفريقيا الموسم الماضي، نخش بعد كده على الدفاع، أشرف حكيم ونصير مزروي، وحكي لك حكاية ونقف هنا على قصة أشرف حكيم ونصير مزروي، أشرف حكيم ونصير مزروي، والمعضلة الأزلية لواليد الرجروجي بعد محل الأزمة، وخليني هنا أثني على واليد الرجروجي، وأثني على الضور اللي عمله، ولم الشمل داخل المنتخب المغربي، اللي كان آه كان لدربه المدرب، أنا معجب بيه جداً، لكن كان عنده مشاكل كتير في إطار التعامل مع النجوم، فيما يخصه منتخب المغربي، وحيد خليلوزيتش، واحد من المدربين الاتبار في الكرة الأفريقية، لكنه كان عنده مشاكل معه ثلاث نجوم تحديدة، نصير مزروي، وأشرف حارث، أمين حارث، والمجم الأبرز حكيم زياش، والراجل عمل أزمات كتير، تدخل الاتحاد المغربي، وكان ده من ضمن أهم الأسباب للغضب الجماهيري عليه، ومن ضمن أهم الأسباب لرحيل، وحيد خليلوزيتش عن قيادة المنتخب المغربي، وحل بدلاً منه وليد الرجروجي، وليد الرجروجي، قدم عطاقات كبيرة جداً مع نادي الوداد، فاز معهم بدوري أبطال أفريقيا، قدم مستويات جيدة جداً، وهو بيدرب في الدوري القطر، وليد الرجروجي، هم شافوا فيه المشروع المحل، اللي يقدر يقود المنتخب المغربي في ظل الوقت الحرجي، اللي بتمر بيه كرة المغربية قبل كاس العالم، وبعد خرجهم أمام المنتخب المصري في بطولة أفريقيا، مستهل العام الحالي، فإدري يلم الشمل تاني، رجع أشرف أمين حارث، يرجع نصير مزروي، يرجع حكيم زياش، وقدر تاني يرجع وحل مشكلة عبد الرزاق حمد الله بالمناسبة، موجود في القائمة لما هنروح له، فإيه بقى الأزمة اللي موجودة، أشرف حكيم، أنا عارف في الوقت، مراسير مزروي، في أزمة كبيرة عنده والد الرجروجي، في اللعبة كبار جداً، واحد بلعب بارنموني، واحد بلعب في البي اي جي، في اللعبة مؤثرين جداً، الرجل عايز يستعين بالتنين، ولازم يلعب بالتنين، ولازم يلعب بالتنين، فجيت مباراة تشيلي، مباراة ودية، ورح ملاعب أشرف حكيمي في الباكليفت، ولاعب نصير مزروي في الباكرايت، اللي اتنين بالمناسبة، بلعبه في المركز الزاهير الأيمن، جئ في مباراة البراجوية، رح مغير، رح مؤدي أشرف حكيمي فيه على عضلته في الباكرايت، وقد نصير مزروي، وظن يتبقى دي المعاضلة فيما يخص تشكيل المنتخب المغربي حتى اللحظات الأخيرة، وإن كنت أفضل وأراها من ناحية الفنان، أشرف حكيمي أفضل أنه يروح، رغم أنه قوة كبيرة لا يستعين بها في مركز الزاهير الأيمن، لكن أشرف حكيمي لعب قبل كده في مركز الزاهير الأيصر، في أكتر من مناسبة، سوى معين ترميلين أو مع البي اي جي، أو مع المغرب حتى، أو مع منتخب المغرب حتى في بطولة أفريقيا الماضية، فأعتقد أنه أشرف حكيمي أقرب، خبراته أكتر لغير مركزه، لكن مسير مزروي هو اللي يبقى موجود فيه الزاهير الأيمن، معهم كمان نايف أجرد اللي عمل أبجريد كبير جداً في مسيرته، بتذهب من الدوري الفرنسي ليه وستهام، رومان سايس وخبرات كبيرة جداً مع ويلفرهامتن، بعدين بشكتاش، أشرف داري اللي راح من الوداد، وبالمناسبة هو واحد من أفضل المدافعين اللي ظهروا داخلياً في أفريقيا، وانتقل من نادي الوداد لنادي بريست في الدوري الفرنسي، يحيى أطوات الله برضو من نادي الوداد والعيب مميز جداً، بدر بنو اللاعب النادي الأهلي السابق وأخيراً ضحك ليه الانضمام الدولي، وعاد لمنتخب المغرب بعد طول غياب مع وحيد خليلوزيتش، وفي كاس العالم، في كاس العالم، طبعاً، جواد ياميخ بالمناسبة، مدافع واحد من أبرز المدافعين اللي ظهروا في المغرب في العشر سنوات الأخيرة، بتاعت فترات طويلة للإصابة، لكنه العيب قوي جداً جداً، العيب ممؤثر، وبالمناسبة هو برضو كان من خريجي نادي الرجاء وجواد ياميخ، اسم من الأسامي الجيدة جداً، واعتقد أنه خط الدفاع تحديداً في فرقة المغرب مميز جداً، جواد ياميخ مدافع مميز، بدر بنو مدافع مميز، أشرف داري ولا أفضل، رومان سايسونايف أجرت، خمس مدافعين، هيلعب منهم اتنين، ما عندهمش أي مشاكل في السنتر باك، فيما يخص قائمة الملتخب المغربي، كمل بعد كده خط الوسط، سوفيان مرابط، ده القطعة الأساسية، صح، لعيب مؤثر جداً، لعيب مميز جداً، في مركز 8 وبيلعب حيلاً، مركز 6 في يورنتينا، سوفيان مرابط تكريم، ده ما بيتغيرش، بص على قائمة الملتخب المغربي، واللينب بتاع وليد الرجراجي، أو من قبله حتى، وحيت خليلوزيتش، ده القطعة الأساسية، شايف كل اللاعبين بقى اللي موجودين دول، اللي احنا لسه نقول لأسهم، فيما يخص، بركز وسط الملعب، ببتكلمش هنا لسه على الأجنحة، اللي بيلعب ربعة، اتنين، ثلاثة، واحد، المركزين بتاع وسط الملعب، سوفيان مرابط، وحط جنبه أي أي حد، وهما التشكيل الأساسي على الترتيب كده، سوفيان مرابط، وعز الدين وناحي، دول أبرز اتنين لعيبة، موجودين بيلعبه في قلب وسط الملعب، في المنتخب المغربي، تروح بعد كده للثلاث الأمامي، النار، اللي أتمنى أنه بعد إصابته للأسف، أصيب قبل ما ندخل على هوا بلحظات، أمين حارس في مباراة كبيرة جدا، ما بين مرسيليا وموناكو، وخرج محمولاً، وفي الأغلب العامة، بصعب يلحق البطولة كان، أتمنى أنه يلحق ورقة مهمة جداً جداً للمنتخب المغربي، اللعيب التاني، هرجع لك لبقيت الأسماء، سوفيان بوفال، لعب نادي أنجي، لعيب مهاري جداً جداً، في مركز الجناح الأيصر، ولعيب كورت بحلوة كريم، بحب أويش، الناس تحب تتفرج على سوفيان بوفال، خاصةً لما الضغط يخف عليه شوية، لو دايماً كان هو المتنفس الوحيد مع المنتخب المغربي في ظل استبعات حكيم زياش، لكن في ظل وجود حكيم زياش، على الرواق الأخر، أعتقد أن سوفيان بوفال مع حكيم زياش، هيعمله بشغل كتير جداً، عبدالصمت الزلزولي، طبعاً خريجي لمسايا، وموهبة صاعدة جداً في أوروبا، مش بس في المنتخب المغربي، والثنائي بقى اللي شوفناه في أفريقيا الأول مرة، زكريا بخلال، لعب تولوز وإلياس، الكو بي آر، وياحيو جبران طبعاً، لعب الوداد العيد بخبرات كبيرة جداً في وسط الملعب، وأخيراً نروح بقى على خط الهجوم، خط الهجوم قوي جداً، أنا مش عايف الرجل بصراحة، هيختار مين يا إلعب موجود يوسف النصيري، شبيلية، وعبدالرزاق حمد الله، أنا رحت من الواحد للأربعة على طول، ووليدش ديرا وبلال خنوس جينك، أعتقد في رأسه ما تبقى اللي شوية، لكن هو هيروح ليوسف النصيري طبعاً، ويبقى البديل بتاعه عبدالرزاق حمد الله، خالعي بحجم عبدالرزاق حمد الله، ده الاسترايكر البديل للمنتخب المغربي، أعتقد خط هجوم وخط وسط قوي جداً، ضربة مؤثرة للمنتخب المغربي، غياب أمين حارث، لو غيب بعد إصابته أمام مراكو، لكن أعتقد يعني الخيرة في الشباب اللي موجودين، تعالف أن أقولك حاجة بصراحة، مش حباً في المغرب، مش بس عشان منتخب شوية، أنا أحب المغرب كمنتخب أصلاً، ممتع، منتخب قوي جداً، ولو بصينا على الورق، هنلاقي قائمة منتخب بلجيكا رقم واحد، قائمة المنتخب الكرواتي رقم اثنين، منتخب المغربي رقم ثلاثة، وكان دي رقم أربعة، بس أنا متفائل تفاؤل كبير جداً، المنتخب المغربي هياخد بطاقة من كرواتي أو من بلجيكا، أنا متمنياً تفاؤلك ده، أنا أتمنى، أتمنى جداً والله، وهشجع المنتخب المغربي في ثلاث مغرات، طبعاً، لكن، المجموعة صعبة أي كريم، يعني، وجود المنتخب الكرواتي اللي أنا هقول لك، فنياً، عنده مشكل كثير كده، عمل شكل كثير جداً على الصعيد الفني، لانعنده مشكل كثير جداً على صعيد معدلات الأعمار، لأنه نفس الجيل، بس أنا هنالكلم على الكرواتف تفصيلاً، بس المغرب، انت متفائل ومش متفائل؟ أنا، يعني، متفائل تفاؤل، مشهور بالحذر، لأنه المجموعة صعبة طبعاً، صعب، لكن انا متأكد ان المنتخب المغربي مش هيقدم نسخة باتها المنتخب المغربي هيقدم نسخة يبقى هم كمنتخب فخورين بها واحنا كعرب فخورين بالمنتخب المغربي انه هيمثل الكرة العربية والكرة الافريقية خير تمثيل في هذه المجموعة الصعبة جدا 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 فيها وصيف بطن العالم وصاحب المركز التاني على التصنيف العالمي طيب ما تيه نلعب لها بقى قبل ما نروح للمتخب يلا بقى عشان لازم نروح فاصل يلا بس لو قلتلك مين هيصة من المجموعة دا تقول لي مين توقع بقى بعيد عن العاطفة بالمجازمة يعني بلجيكا كرواتيا توقع تمني بلجيكا مغرب مش كرواتيا المغرب انا توقع كرواتيا والمغرب اتمنى اتمنى المغرب يعني اتمنى اي حاجة في المغرب بفرش معاي بلجيكا كرواتيا كتير لكن اتمنى اتمنى بالمتخب المغربي فعلا يخب بطاق والايامه بيننا هتقدر تصوين بلجيكا هتبقى في رأيي أو متصونا هتبقى مفاجآت بطولة كأس العالم بالنسبة للهبوط او النتائج متفهم عاك عشان كلا اترك بلجيكا مش هتنافس زي ما الناس متوقع صاحب التصنيف التاني لكن صعب انه ما يخرجوا من دور الاول لكن خلينا شوفوا المبرارة الافتتاحية لان بلجيكا كندا وكندا زي ما الناس شايفاها قبلوا البطولة بتصيفها بانها هتكون حصلت المجموعة انا بقول لك لا اه هيخرجوا لكن مش هيبقوا بالشكل الضعيف لناس متخيلة عزيم نروح لفاصل بعد الفاصل نتحدث عن اخر منتخب في هذه المجموعة المنتخب الكرواتي خليكم يهلا بحضراتكم مرة اخرى طيب جيمي تعاني الكلم على منتخب الكرواتي اخر منتخب في المجموعة السادسة بعد المنتخب المغريبي والبلجيكي وايضا الكندا المنتخب الكرواتي يا كريم زي ما اتكلمت على معدارات العمار في المنتخب البلجيكي واستقرار في الأزلاط كوداليتشي المدير الفني المنتخب الكرواتي ومدير الفني اللي كان موجود معاما في كاسة العالم قدر يحصل على فيه مفاجأة بالنسبة لي حصول كرواتي على وصف الكاسة العالم الماضي كانت مفاجأة كبيرة جدا جدا في ظل الجيل الحالي اللي موجود في المنتخب الكرواتي بزلات كوداليتش مدرب كبير جدا قدر أنه ياخد بالأوراق اللي موجودة معاه طبعا فيه من نجوم في المنتخب الكرواتي لكن يرتفع معضلات العمار هذا أكبر ما يقلق زلات كوداليتش وجماهير الكرواتي المنتخب الكرواتي يعني لك أنت تتخيل أن داين لوفرين لازال موجود رغم انتقاله من ليبربول إلى سبارتاك موسكو لازال موجود في خط الدفاع المنتخب الكرواتي خط الوسط أقوى نقاط قوة المنتخب الكرواتي طبعاً بنتكلم على كوفازيتش، تشيلسي، بنتكلم على لوكا مدريتش، بروزوبيتش انتر ميلان، ثلاثي قوي جداً 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 كمان على صعيد الأجنحة كريم، مبالعوة 4-2-3-1-4-3-3 في بعض الأحيان على بيرزيتش طبعاً طوط نهم غير مكان وبيلعب وينكباك مع طوط نهم في خطة كونتي لكنه في الأساس هو جنح آيسر بازليتش، مقدم أداءات جيدة جداً جداً في الدوري الإيطالي وأخيلاً فيه لعيب مفاجئة كريم، هو قام ما كانش ليه تواجهة دولي كبيرة على في الفترات اللي فتت ورغم انه مش لعيب صغير في السن، 28-29 سنة لأنه ظهر بمستوى قوي جداً في الشامبينز ريجي رغم خروف دينامو زغرب في المركز الأخير في مجموعته لأنه قدروا أن يسجل في ميلان وقدروا أن يسجل في تشيلسي فأورسيتش هو المفاجأة اللي أنا شايف أنه هيقدمها زلاط كوداليتش كمهاجم صريح ودوماً المنتخب الكرواتي بيعاني سواء في وجود كراماريتش أو بتغيير الشكل اللي بلعب بين المنتخب الكرواتي لازالة المنتخب الكرواتي عنده بشكل كتير جداً فيه مركز رأس الحرب الصريح من وقت طويل جداً فأعتقد أنه وجد ضلطه في أورسيتش مهاجم دينامو زغرب اللي زغر بشكل جيد في الشامبينز ريجي زي ما قلت سجل في ميلان سجنب في الشيلسي فأعتقد المنتخب الكرواتي لو قدر أنه يحافظ على الشكل الخطط اللي بيلعب به فتاني هو بيعتمد على الخبراء بشكل كبير جداً جداً لكن أعتقد الفرق اللي بتلعب مباراة بدنية زي المنتخب الكندي والمنتخب المغربي أعتقد أنهم هيتعبوا جداً 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 للمنتخب الكرواتي لأن الوقت يداهمني يلا بينا نتحدث سريعاً عن المجموعة الثانية مجموعة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأيضاً المنتخب الولزي نبدأ بمين؟ بالكبير كبير المجموعة إنجلترا طبعاً طبعاً المنتخب الإنجليزي يحمل لقب بطولة ال66 والبطولة التاريخية اللي الإنجليز بيفتخروا بيها دوماً وصل سيمي فاينال 90 ووصل سيمي فاينال 2018 وهنا هقف عن تاوز جيت تاوز جيت بينال كثير من الانتقادات ونفس أعرف فيه وإليه بينتقد رجل جاب إنجلترا من بعيد جداً بيوصل فاينال يورو بيوصل سيمي فاينال كاس عالم وبيقدم أداءات جيدة جداً بيجيل مظنش إنه الأبرز في تاريخ إنجلترا عنده مشاكل كتير جداً جداً لكنه بيهاجم في كل موقف يمكنه أعتقد إنه انتقاد بأثر راجعي لأنه ساوز جيت هو مدرب الصدفة في إنجلترا ساوز جيت كان مدرب من السبرا هبط من السبرا وبعدين تعقده مع جاري ساوز جيت كان مدرب مؤقت الرجل ثبت أقدامه وتواجد بشكل جيد عريف هتعامل مع اللاعبين مفيش مشاكل مع اللاعبين بشكل كبير فأعتقد إنه جاري ساوز جيت لا يستعد كل هذا الانتقاد وأخيراً هنفع عن دروقتة مهمة جداً قبل ما تكلم على أبرز اللاعبين اللي الناس تتفرج عليهم غير اللاعبين طبعاً اللي كل الناس عارفاهم يعني ناس كتير جداً نتكلمه زي إيفان توني بكل هذا التواهج اللي موجود في البريميليج مايروحش أقول لك ليه جاري ساوز جيت ما كاتش إيفان توني رغم إنه كسر الدنيا لما جيه بص واخد مكانه كالام ويلسل لما جيه بص وريت ناس تعرض لنا بعد القايمة يعرض لي المقارنة اللي بقى من إيفان توني عدد الدقائب هو بيعتمد على مين رأس الحربة الأساسي الصريح النجم السوبرستار بتاع الفرقة هاريكان هاريكان هو المهاجم الأساسي الصريح لجاري ساوز جيت والمهاجم الأساسي ما فيش خلاف علي إنه هو المهاجم الأساسي طيب وإنجل تيراب تلعب بشكل بيلعب بمهاجم واحد ما بيعتمدش أبدا على اثنين مهاجمين طيب لما جيه راح بص مين اللعيب مين المهاجم اللي أنا أحتاجه كبديل مين اللي بنزل عدد دقائق قليلة ومع ذلك بيثجل ولزال محتفظ وعنده خبرات كمنتخب إنجليزي بشكل أكبر راح لكالام ويلسل كالام ويلسل كمعدل دقائق وجايب أهدف أكتر من إيفان توني كالام ويلسل مقارنة يا جماعة كالام ويلسل لعب بصوامية أو حاجة إي لما يجيبه ده مسجل ستة أهداف إيفان توني عدد أهدافه في عدد دقائق أكتر فهو دور على مين اللعيب اللي لما بينزل من على البنش عدد دقائق قليلة بيحدث الفارق وده اللي بيعمله كالام ويلسل يعني يكسل وخبرات كالام ويلسل وهذا هو المرضود عليه الشكل اللي الناس انتقد بإيفان توني طبعا متواهج وأنا كنت رأي أنه ياخد التلاتة ده دي عدد الأهداف 793 ديئة بس ده كالام ويلسل كالام ويلسل الموسم الحالي 793 ديئة مسجل ستة أهداف وصنع هدفين فقط في الحداشر المباراة اللي شارك فيهم نجيب كمان اللي بعديها بقى الأرقام بتاعت إيفان توني في عدد دقائق في 2260 مسجل عشر أهداف وصنع اتنين بالإضافة أن إيفان توني تعود أن يلعب أساسيا مع برينتفورد فوجوده على البنش هو مش ضمن المرضود لما ينزل على البنش مواقف لما يتعرض ديها خبرات عند كالام ويلسل بشكل أكبر فهذا هو المرضود عليه في الانتقاد الأكبر في قائمة إنجلترا للشكل أنا كنت إزعلان قوي مرضو أنا كنت إزعلان عشان كده ورد أنا كنت شايف بالشكل الظاهرين إيفان توني هو المهاجم الأبرز في داخل إنجلترا بعد طبعا بعد هاري كين فوجود هاري كين بشكل أساسي وهاري كين من اللاعبين الأكوية طبعا ربنا يحفظ الجميع ويبعد الإصابات عند الجميع ما بيتصابش كتير راجل مجهود وبيلعب لديها تسعين فلما محتاج قدعم بلعب تاني ينزل من على البنش يقدر يعمل لي الفرق فعدد دقاي قليل نفس الشكل اللي بيلعب بيه كالام ويلسل معني مكسل وكخبرات يا كريم كمان كالام ويلسل مع منتخب إنجلترا أعتقد أكبر بكتير من إيفان توني وإن كنت شايف وده الرد بقى اللي في صالح ساوس جيت كنت شايف إنه رأى مقائمة منتخب إنجلترا كانت تتحمل إنه بقى فيها مهاجم ثالث موجود مع هاري كين وكلا منصف ثلاثة وعشرين ما فيش قزمة خالص إنه قي فيه ثلاث مهاجمين موجودين في الفريق من ضمن اللاعبين اللي الناس لازم تتفرج عليهم قبل عشان نروح لبقية المنتخبات جود بلينج هام لعيب يتحدث عنه الجميع شفقة المركاتو القادم أعتقد أنه هتتجاوز الميت مليون المركاتو القادم وصراعه يبقى شارس جدا ما بين ريال مدريد وليبربول تحديداً وأن ده أخرى من البي إيش جيو ومنها تشيلسي أنا مش عايز على لو راح لهم مدريد أو ليبربول هيروح بقى أي حتة تانية هنتدايق لعيب كبير أهو كريم ده هايل لعيب في الأساس وكان جناح بيلعب كمان مركز 8 منه عنده 16 سنة بيلعب مع دورته متخرج من إنجلترا عشان يلاقي فرصه أجواء تانية يلعب فيها فجود بيلنجهام ورشيحه للجميع إنه إشاهدوا بيلعب جنب ديكلا الرئيس نلعبها ممتعين جداً في أوسط المعب ده أبرز خلف لتوني كروز يعني لو توني كروز خلاص بيخلص مع اريان بديد فده يبقى أفضل بديد ممكن لعيب مبدع بشكل كبير فأنا شايف إنه جود بيلنجهام ورشيحه للجميع فزل يتواهو كمان من بيلعب قدامه على الشمال وعلى اليمين طبعاً في الفوضن تواهوك شديد نروح للمجموعة الثانية بسرعة بسرعة قل قل مين يلعب ليفتي باك في انجل تراف آه هذه الأزمة الكبرى لأمام جارس هاوس جيت هل يلقى هل يغير هل يغير زي ما عملوا الفيديو التيزير التشويقي اللي اتعاملوا وغيروا جاز متين بدلوهم لتريبيير ويوديه يلعب في الناحية الشمال كوينج باك هتصطرنا بيلعب تلاتة في القط الخلفي ولا يلعب ويلعب ترينت أليكسندر أرنلد ناحية تانية وجود ترينت أليكسندر أردو ناحية اليمين كوينج باك لازم يلعب في التلاتة اللي وراء كايل ووكر يتم تأهيله بشكل جيد لأنه خلاص هو تعافة يلعب في التلاتة اللي وراء يلعب كايل وكر عشان يقدر يعمل التغطية جنب ترينت أليكسندر أرنلد كل مشاكل ترينت أليكسندر أرنلد هي هجومية دفاعية فمحتاج حد يغط وراء وبالحالة دي يقدر يقدر يلعب في ناحية الشمال أو الحل التقليدي جدا يحط لوك شو لا لا لوك شو لأ لوك شو لأ بأساسي في انجلترا في البطاة دي مش شجعني يفينيش بقى لوك شو لأ وده حل المديل يلعب في مكانه يلعب ناحية تانية طبعا هيبقى حجز مكانه في الوينج باك ناحية اليمين المنتخب التاني المنتخب التاني المنتخب الإيراني المنتخب بيحاول من بطول الثمانية والسبعين يا كريم انه يصعد للدور التاني وخمس مشاركات لم يستطع فيها المنتخب الإيراني المنتخب الإيراني أبرز نجومه عشان يقول للناس يتفرجوا عليه مهدي تارمي مهدي تارمي لعب بورتو لعيب مميز جدا جدا يا كريم سردار أزمون اللعيب رقم اثنين اللي أثيرت مشكلة كبيرة جدا النهار ده ما بين كارلس كروش والاتحاد الإيران كارلس كروش ما راحش المؤتمر الصحفي لإصرار الاتحاد الإيراني على رفع اسم سردار أزمون سردار أزمون كمان لقوب الجمهور الإيراني بميسي إيران هدف الفريق في التصفيات لعب بارلي بيركوزن لعب ممتع قوي كريم سردار أزمون اتفرج على سنائية مهدي تارمي وسردار أزمون كمان عندهم علي جولي زادة وكريم أنصار يفار دول أبرز اللاعبين اللي موجودين وطبعا ريدا جانبخش لعب برايتن السابق ولعب فاينرد الحالي لعب مميز جدا خماسي هتلاقيه في تشكيلة منتخب إيران الخماسي الأبرز في تشكيلة الأربعة تلاتة تلاتة اللي بيعتمد على كارلوس كروش إيران مع كارلوس كروش أو كارلوس كروش عموهنا يا كريم مدرب مزعق جدا جدا فيما يخص الشكل والتقفيل اللي مميز ما لعب لعبه أرجوي أرجوي ما قدرتش تعملهم أي حاجة وقدر منتخب إيران ينتصر واحد صفر اتعادل مع تسنغال بالفولو سكواد بوجود صعد يومانية واحد واحد أعتقد منتخب إيران هيكون منتخب مزعق جدا لفرق المجموعة كلها بما فيها المنتخب الإنجليزي دروح للمنتخب الثالث المنتخب الثالث المنتخب اللي ماليان مواهب وشايف إن المدير الفني مش قادر يطلع منه نفس الحجم ونفس الشكل إيه اللي المفروض إنه يطلع بيه المنتخب الأمريكي المنتخب الأمريكي كانت صدمة للجميع تأهل لكاس العالم لكنه أخذ المركز الثالث في تصويرات الكونكا كاف فيه سابقة بالنسبة للجمهور كرة القدم في أمريكا اللي مش قول كرة القدم أمريكية لأن دي لعبة تانية كرة القدم في أمريكا هو كتصدمة بالنسبة لهم يطلع بعد كندا والمكسيك عندهم مواهب كتير جدا عندهم لعيب اسم أرنسون لعيب موهبة صاعدة واللعيب ده أنا بقولك إنه ده هيروح نادي كبير جدا في البريمير ديجي الموسم اللي جاي لعيب بيلعب في ليدز تحتيه لعيب اسمه تيلر آدمز الاتنين في نفس الفرقة تيلر آدمز في وسط المعب قدامه أرنسون عندهم رينا موهبة دورتموند الكبيرة جدا جدا عندهم طبعا نجم الفرقة الأول بول زيتش لاعب تشيلسي وعندهم في النهاية يا كريم هم عندهم مواهب كتير جدا عندهم مواهب خاصة في خط الوسط وخط الهجوم مواهب قادرة على صناعة الفارق مع المتخب لكن جريك بيرهالتر المدير الفني المتخب الأمريكي أنا شايف أنه المتواجد معهم بقاله أربع سنين مش قادر يطلع من المجموعة دي أفضل شيء عندهم سرجين يوديست في الزهير الأيمن عندهم روبينسون الليفتباك بتاع فولهم عندهم خمس ست لعبين بيانشطوا في البريميليج وبيقدوا بشكل جيد جدا وعندهم مكانز في المتخب البلجيكي عندهم عناصر ارتكاس في كل الخطوط فأنا شايف أن المنتخب ده بالعناصر دي شايف أنهما كمان عندهم مهاجم نسيت نسيت بقوله أستريدو تيموثي ويا واحد من المهاجمين الأخوية جدا في ليل الفرنسي وأعتقد أنه لأ المنتخب الأمريكي يقدر يوصل بعيد بالمناسبة دي المشاركة رقم 11 واحد من أكتر الفرق اللي شاركت فيه البطولة والتصنيف الستاشر نظريا المنتخب الإنجليزي يجي وراء المنتخب الأمريكي كتصنيف وكمشاركات المنتخب الأمريكي يجي بعد المنتخب الإنجليزي لكن شايف أن المجموعة دي يتوقع متشابكة للحظة الأخيرة منتخب جاريس بيل منتخب جاريس بيل روبرت بيج هو اسم روبرت بيج عشان الناس بتقوله روبرت بيج سوي اسمه روبرت بيج روبرت بيج يمدير الفني المنتخب الويلزي مدرب كلاسيكي جدا خمسة ثلاثة اتنين شابه المنتخب الإنجليزي القديم مش الجديد آه خمسة ثلاثة اتنين عنده خماسي بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا في الخط الخلفي بيعتمد بشكل كبير على ثنائيات كده لعيبة موجودة مع بعض يتلاقي دانيل جيمس مع هاري ويلسن بالمناسبة دانيل جيمس نزل مبارح مكان هاري ويلسن وسجل يعني الاتنين اللاعبة تبدلوا مكان بعض وسجل أمس كمان عندهم كيفلر مور في بورنوم والسوميفام السنتر باكل الثالث اللي بيلعب معهم في الخط الخلفي طبعا الخبرات عندهم جاريس بيل في الخط الأمامي آه جاريس بيل مش في أفضل حالاته لكن جاريس بيل خلينا أقولك في لعيبة كبيرة لعبة منتخب ويلز يا كريم لكن جاريس بيل ادى كتير لمنتخب ويلز جاريس بيل مش انت شو انت كنت بتقولي على ادن هزار مع منتخب بلجيك لا جاريس بيل شكل تاني مع منتخب ويلز جاريس بيل بيدي كل حاجة لمنتخب ويلز تنجوم كتير زي رايان جيجز لعبه وعين راش طبعا أساطير في تاريخ الكرة لكنهم مادوش لمنتخب ويلز لأن منتخب ويلز كان لسه بيحبق في حينه يعني شبان جيجز مالعبش كاس عالم مالعبش ده واحد من ضمن الأساطير زي جورش باست وزي اسام كتير جدا وكانوا يستحقوا لتواجد في كاسب عالم فرايان جيجز عفوا جاريس بيل اعتقد ان هو عنده فرصا يعمل حاجة مع منتخب ويلز منتخب متواسق متماسق جدا الكريم مين يصف في مجموعة دي؟ مجموعة متشابكة جدا 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 يعني شايف انجلترا طبعا حاجزة مكان ومجموعة متشابكة جدا بسبب وجود منتخب ايران هتقولش معنا منتخب ايران اي فريق بيضربه كاررس كروش مزعج تاكتيكيا جدا 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 بالاربعة تلاتة تلاتة ولما اطروح لمنتخب ايران كمان عنده سردار ازمون وريدج هنبخش في وسط الملعب ومهدي تارمي منتخب موسك كمان على صعيد التحولات وعندهم لعب الكور فشايف انه نظريا المنتخب الانجليزي وراء المنتخب الويلزي الويلزي رغم انه اسامي كاسماء وعلى صعيد الاسماء اقل فرقة في الاربعة لكن انا شايف منتخب الانجليزي وراء المنتخب الويلزي جيمي شرفت ونورتك على عدد استمتعت جدا والله حبيب يا كيبو انا شكرا شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على اللقاء